نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ ما تنقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول توجه البنوك لإخذاء عمليات السحب النقدي من مكان استراف الآلي سواء التابع لبنك العميل أو لبنك آخر عبر شبكة مدى لضريبة القيمة المضافة مبين التعليمات التي أصدرتها البنوك بشأن المنتجات والخدمات المصرفية والتي ستخضع لضريبة القيمة المضافة واضحة بهذا الخصوص وقد استثنت خدمات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي سواء من خلال المكائن التابع لبنك العميل أو لغيره من البنوك